اشتركوا في القناة ويأتي الاضراب بسبب خفض اجور الشحن على الرغم من ارتفاع كلفة الشاحنات بالاضافة الى ارتفاع الرسوم الحكومية على الشحن وإيقاف مساعدات التأمينات الحكومية كما ادى الاضراب في الايام الماضية الى نقص شديد في المشتقات البترولية بسبب عدم تزويد المحطات بها اضافة الى حدوث شلل تام في حركة نقل البضائع داخل البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة